طيب يعني ريحاب احنا من بيت الرفاعي نروح لصدفة يعني انت اليوم بتمتلي بادوار مختلفة يعني صدفة لك شخصية معينة وبيت الرفاعي لك برضو شخصية معينة جديش كان متعب يعني بعيدة انه 30 حلقة وكان وقت طويل ويعني بلاشت اشتغلي من 4 او 5 شهور او 6 شهور بهذا العمل لكن كيف قدر تعمل الشخصيتين وصير في توازن ما بين الشخصيتين الحقيقة انهو برضو كان ده جزء من حاجات حصلتلي كده في نص طريق الشغل كنت ساعات وانا في العربية رايحة اعمل كده وابقى خايفة جدا وانا بمثل اني مامسكش الشخصية قوي وعارف انت تلمس في الشخصية التانية اه ده كان فيه وقت بحصل لي لخبطة كتير جدا بس بستقنف نفسي بسرعة وراجع واقرأ وانا في الطريق في العربية وادخل لوكيشن احاول استرجع انا بعرف انه كنت ملتزمة حتى بالمعيد او جبل بساعات بتكوني باللوكيشن اجب داش كان صعب ايضا لا والله مش صعبه هو تعود الالتزام تعود انا دايما اقولها تعود هي يعني هي عادة حلوة يعني اللي بيستفيد منها الملتزم نفسه بدي نفسي وقت للمذاكرة بدي نفسي وقت اني اخد مود اللوكيشن اللي احنا فيه واتفاعل مع زميلنا في اللوكيشن كله سواء اللي ورا الكاميرا او اللي قدام الكاميرا لو عندي اسئلة بقى عندي وقت اسأل المخرج واستفسر عندي ملحوظة عندي تعقيب فيه مساحة لية مساحة اجهز كمان ما بقاش مستعجلة وادخل فاضطر اقول الكلام زي ما هو ده بيفصل فانا بقول ان الالتزام بصراحة لصالحي انا واحترام رمضان اخد بالك يا رعد رمضان بقى كمان عبارة عن ماراثن كده يعني بالذات في الاعمال اللي بتبقى في رمضان فانا لو انا مكانك يا رحاب وبفكر كده طب انا حعمل عمالين في رمضان بتبقى اكيد قلقانا لانه دي فرصة انك تقدمي المواهب اللي عندك او الطاقة الحلوة اللي عندك في عمالين فبتبقى بتسألي مين يعني مين اللي بتستشريه طب اعمل دا ولا ما عملش طب اعمل واحد ولا اعمل الاتنين يعني دخلينا في الدايرة دي يعني الحقيقة انه جوزي اول حد بشوره ببقى متوترة جدا في بعض القرارات فبرجعله بيشجعني على حاجات وكمان بيرجعني عن قرارات ممكن تكون نتيجتها متعبة او يكون فيها خسائر ليه على المستوى الفني وليه لأ خلي بالك ما تعديش نفسك تاني هات قراري نفسك بلاش تطمين شفت بقى الازواج اللطيفة اه يعني هو عمل كده السنة اللي فاتت كان يعني شايف ان لأ ما تشاركيش في حاجة ولما جاي جالي مسلسل جات سليمة مع دونيا سامير غانم وضيفة انا معهم ضيفة يعني معنديش دور كبير قال لي تجربة حلوة وانا حابب انك تبقي موجودة في تجربة دي قلت له انا كمان حابة اكون معه استاذ اسلام خيري ومع دونيا سامير غانم والتجربة شوية فيها زي ديزني كده حاجة يعني فانتازي فكانت بالنسبالي دي تجربة ألطف من اني اعمل عمل كبير وما يضيف ليش حاجة ويمكن كمان صحيح ما قدرش بقى فيه كويسة زي ما المفروض يعني يعني انا بشوف الابتسامة بودش كنت بتحكي عن العمل يعني مبتسمة وسعيدة بهذا العمل هي دونيا سامير غانم بتبسطنا كمشاهدين وانا كفنانة يعني وزميلة لها انا بحبها بحبها على المستوى الانساني وعلى المستوى الفني الفني فلما بفتكرها بابتسم طيب احنا اليوم نحكي عن صدفة يعني هي تجربة جديدة لك ايضا رحاب ممكن تكون ممكن يصنف هذا العمل انه كوميدي نوعا كوميدي وقدش حابة ان تثبتي نفسك بهذه الأعمال انا شفت صدفة كوميدي طلعة من المواقف اكتر ما هو كوميدي يعني احب انا صنفه هو كوميدي اجتماعي يعني موضوع بالنسبة لي مهم جدا طرحنا مشاكل كتير قوي مشكلة الابهات اللي بتتنكر لولادها او بعض الابهات اللي بتتنكر لولادها مشكلة الشباب والزواج العرفي والمخدرات وانشغال الاهل عن اولادهم بعض المدارس بيحصل فيها صدام ما بين الطلبة وما بين المدرسين يعني يعني بقول عليه عدم وعي وعدم إدراك لسيكولوجية الأولاد في السن المراقب دي مشاكل كانت مهمة جدا وبقالنا كتير ما تطرقناش لده بالشكل الظريف ده يعني إن احنا ندي جرعة كده دسمة بتقفلي الناس لكن لما تديها في قلب كوميدي وضحك ويطلع الضحك اللي هو الكوميديا السوداء من موقف صادم أو من مشكلة بتستقبلي وبتشوفي المشكلة وبتشوفي حلولها وبتبدأي كمشاهد بيبقى فيه مراجعة بتحسي ان لأ فيه رسالة فأنا شايفة ان صفة فيه رسائل كتير قوي طيب أنا يعني الحقيقة وأنا ببقى سعيدة جدا لما بينتهي بقى شهر رمضان تنتهي الأعمال بتحسي ان انتي يعني دخلة بقى مرحلة جديدة أنا شايفة ان السنة دي عشرين اربعة وعشرين بالنسبة لك سنة حلوة أوي يعني في السينما كمانيا راعد رحاب عملت دور في فيلم الاسكندراني مع أحمد العوازي كنت متخيلة انك هتروحي حق أعرب يعني بعدها بس ده برضو حاجة حلوة انك تعملي سينما وتشتغلي مع أكتر من النجل كلميني عن تجربة الاسكندراني أنا وانا كنت اضيفة في الاسكندراني يعني ما ليش دور كبير يعني لما كلمني منتج الفني لأستاذ صبر السماك والأستاذ خالد يوسف وعرضوا علي الفكرة ان المساحة الصغيرة دي بس هي شخصية مؤثرة وشخصية برضو فيها طيبة وجدعانة واحتواء هي ست تقريبا ضيفة في البيت لكن تقريبا هي كأنها كبيرة البيت وبتحتوي برضو المشاكل وبتعالج المواقف فتحمست قبل وحبيت اني أكون موجودة وأحمد العودي وزينة وبيومي فؤاد فهي التجربة حلوة والورق أستاذ أسامة أنور عكاشة باقي التجربة عظيمة طبعا سنة حلوة عليك طبعا يعني عشرين اربعة وصليين عاملة حلوة قوي بأمين سنة حلوة يعني رحاب احنا بنعرف الفنان دايما بيحب يكون عنده أرشيف من العمال الفنية والدراما وانت دايما بتجد من الشيء المختلف تحديدا دايما بتغيري الألوان بطريقة مختلفة فهل أنه إحنا اليوم هدفنا يكون في عنا أرشيف ولا أنه أنا اليوم أنجح بمعظم الفن الموجود أو العمل الموجود والله الحقيقة أنه أنا عندي بلان عندي كده خطة لنفسي هي صغيرة وبسيطة بس بحاول أكتهد أن أنا حققها معا بصراحة الحظ بيخدم ساعات الحظ يخدمك أنك تنفذ الطريق اللي انت رسموا نفسك يعني بتحاول تكون مختلفة رحاب آه طبعا بحاول أقدم الجديد دايما وأطور من نفسي بأتفرج على نفسي كتير جدا كنت زمان من 5-6 سنين يعني مش زمان بمعنى لكن من 5-6 سنين كنت ما بحبش أتفرج على نفسي وبعدين لقيت إن دا خطر غلط لازم أتفرج وأشوف عشان أراجع نفسي وأشوف عيوبي وبدأت من سنتين أكتب وراء وقلم وأنا بتفرج وأكتب تكتبي ملاحظاتك لنفسك أنا فكرة دي حاجة صحية جدا آه فعليا أنا شخصين بعملها لنفسي وأنا مزيعة مش فنينة يعني بس فكرة إن انت تدون الأشياء طبعا لأنها بتمسك كده في الزاكرة طبعا وتقدري تتجنبيها بتبقى موجودة في الزهن طول الوقت وأنا شغالة فكراها آه فبحاول أتخطاها وأبعد عنها ما رأيكم مشاهدينا أن نذهب إلى بيت الرفاعي صحيح عندنا بنت الرفاعي ولكن خلينا ندخل لمشاهد بيت الرفاعي أنا كلمتك أنت يا شعافي أنت الوحيدة لا تصدقيني أبوك تحب دخلت أجيب له مياة رجعت لديته مأتول والله العظيم ما عارف إيه اللي حصل ما لش إن شاء الله الحقيقة هتباد تقول لي خليك تجيب حبيبة معاك كان لازم يا سين فاروق مبارح حددني قالي لو تلعي الصبح والبيت دي هنا هأزين خفت عليها قلت لازم أوديها لأمه فاروق تجنن خلاص ونوي لك على الشهر يا أخويا خلي بالك على نفسك يا سين مش بسد أنه هو ويحي مسدينه أنا اللي عملت كده ما تنساش إن أبوك الله يرحمه هو اللي مربي طرق ومن ساعة موت عمي فاروق شايف إن أبوك ده هو كل حياته ملوش غيره أنا مش عارف أعمل إيه رحاب وإنتي بتكلمي عن التمثيل هيخليني هنا أسألك أمدا حسيتي إنه لأ أنا عندي موهبة أنا حب التمثيل أنا عايز أمثل دي بدأت من أنا صغيرة قوي أنا في المدرسة في ابتدائي كان عمري حوالي عشر سنين حداشر سنة وشوية فريق التمثيل شوية فريق الموسيقى وبعدين ده اختفى مع مذاكرة السنوية العامة ودخول الجمعة دي بدأت تنسل كل حاجة دي فبعد الجمعة قابلت مدام في في عبدو إن هي صديقة للعيل عندنا فقلتها أنا عايز أمثل فكان ردها رد حاسم اللي عايز أمثلي بتحب التمثيل وموهوبة قلت لأ قيتي اللي هيحددلك ده بجد معهد التمثيل اللي هو المعهد العليل في المصرحات قلت لها طب أنا مش عارفة قلتلي سألي وأنا هسألك ولازم تدخل أول سنة دخلت في الاختبارات فشلت عرفت عيوبي وعرفت مشاكلي ورحت حضرت مشاهد تانية جديدة وطورت من نفسي ودخلت تاني سنة اتقابلت وبدأ المشوار ودرستي بقى وكملتي يعني بدأ التمثيل من المعهد العليل في المصرحية لأنه هو ده الطريق السليم والأقصر عشان ما يبقاش بنضيع وقتنا زي مدام فيك عبدو ما قالت هالي قالت لي ما تضيعيش طقتك وتضيعي وقتك وخشي من الطريق السليم أفضل وأحسن حتلاقي الدنيا كلها بتتفتح قدامك أكيد أكيد طيب رحاب روحتي لأردن زورتيها آه زورتي لأردن متى؟ من ست سنين سبعة سنين شو بتذكري بالأردن أشياء؟ لا حاجات كثيرة هو كان احتفال كنا في رمضان على فكرة آه كان رمضان وكان فطور عالميين وصحفيين جميل قالت منسف أكيد طبعا أكلت منسف؟